موسيقى مساء الخير على حضراتكم مساء الخير على كل جماهير النادي الاهلي في كل مكان مرحب بحضراتكم يوم جديد وحلقة جديدة من المحترف كالعادة في المحترف هنتعرف على أخبار السحة العالمية في كرة القدم موسم الانتقالات الصيفية مازال مشتعلن في أوروبا هنتعرف على آخر الانتقالات في الأندية العزمة الأندية الكبيرة على مستوى البريميال ليج على مستوى السيريا A على مستوى الليجة الأسبانية وكمان على مستوى الدوري الفرنسي عندنا النهاردة حلقة مميزة جداً إن شاء الله زي ما بقول لحضراتكو دايما بنحط حضراتكو في الصورة صورة طبعا العالمية في الكرة العالمية وإن شاء الله بإذن الله تكون حلقة دايما مميزة مع المحترف بنحاول نلقل لحضراتكو صورة الاحتراف الحقيقي الناس دي بتتعامل إزاي حتى على مستوى الانتقلات على مستوى التعقدات دايما بنلقل الصورة الاحترافية بشكل كبير جدا في أوروبا خلينا كمان النهاردة عندنا كمان نجمنا ومحترفيننا المصريين في أوروبا وطبعا على رأسهم محمد صلاح ويمكن مفاجأة لبعض الناس تعاقد محمد صلاح أو تجديد التعاقد مع ليبر بول بعد ما كانت الناس بتقول خلاص إن محمد صلاح آخر موسم ليه في ليبر بول ولكن طبعا محمد صلاح بحنكة كبيرة جدا جدا على مستوى الإدارة على مستوى إدارة محمد صلاح زي ما حضراتكو عارفين للإيجنت مهم جدا قدر طبعا محمد صلاح وأنا في اعتقادي يعني هي دي الخطوة السليمة محمد صلاح بيجدد تعاقده لـ 20-25 مع ليبر بول وأعتقد هو ده الأفضل لمحمد صلاح وطبعا دوافع جديدة وأرقام إن شاء الله تاريخية بيحقى محمد صلاح ويستمر إن شاء الله مع ليبر بول هنتكلم على ده بالتفصيل كمان تريزيجية هنتكلم مستقبله رايح فين لكن خلينا طبعا نتكلم كمان على نادينا النادي الأهلي بقول ألف مبروك للنادي الأهلي ليه طبعا الوصول للمبراءة النهائية لنسخة كاس مصر 20-21 كل الناس جانت منتظر المتش مش عشان تتفرج يعني على اللعيبة وأداء لكن يعني بتقيم أو بتشوف المدير الفني الجديد ريكاردو سواريز المدير الفني البرتغالي خلينا نكلم أكيد مش من المنطق تماما إن إحنا نبدأ نقيم هذا المدرب من خلال المبراءة لكن ممكن نقف عند بعض النقاط المهمة جدا في البادي لانجوج واضح جدا جدا أنه عنده بيشن كبير جدا عنده شغف كبير جدا واقف على الخط ماسك يعني ماسك ورقة وفيها أسماء اللعيبة حريص جدا جدا كمان على أنه يتكلم مع اللعيبة بشكل مباشر بيتحرق على الخط كل ده بادي لانجوج بتاخد منه صفات المدرب وصفاته الشخصية واضح جدا شخصية قوية كمان عنده يعني مع اللعيبة من خلال كلامه ومع اللعيبة كمان واضح إن شاء الله بإذن الله هيكون فيه شيء مميز موجود داخل النادي الأهلي وكعادتنا إحنا دايما سوفورت للنادينا دايما سوفورت لأي حد يكون متواجد على رأس القائمة أو على رأس الإدارة الفنية لنادينا الكبير النادي الأهلي دايما سوفورت وجماهيرنا مش محتاجة أقول عندنا الفترة اللي جاية ثلاث مباريات مهمة جدا عندنا بيراميدز وعندنا فيتشار في الدوري كمان عندنا مباراة النهية أمام نادي الزمالك في نهاية كاس مصر في نسخة عشرين وعشرين كل التوفيق لنادينا النهادي الأهلي كمان زي ما بقول لحضراتكو يعني دايما النادي الأهلي حتى لما بيخرج منه مدير فني بيقين له كل احترام وكل تأدير والنهاردة دليل على كده كمان التغريدة اللي تلع بها بيتسو موسيماني الحقيقة كمان بيتسو موسيماني احترامه الكبير جدا للنادي الأهلي وطاريخه النهاردة بيتسو موسيماني كمان بيأكد دوت بيأكد من جديد على قيمة النادي الأهلي الكيان الكبير طبعا بعد ما كتب على تويتر يعني رسالة أو طلع بيان صغير على تويتر أن النادي الأهلي عمره ما دفع مدرب أنه هو يدفع خارج أصوار النادي الأهلي ولكن هو بيتكلم على موضوع أنه ما زالت في أزهان بيتسو موسيماني النادي الأهلي وما زال في ملامح صور جميلة جدا هو بيتذكرها ملامح الإشادة من خلال جماهير النادي الأهلي من خلال اليوفط واللوحة اللي كان بتطلع في المدرجات كمان على مستوى الاحترام الكبير للكابتن محمود الخطيب اللي هو يعني موسيماني قال تويتر بيقول لدي احترام كبير جدا جدا لرئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب وكل مجلس الإدارة وجميع جماهير النادي الأهلي ودايما سوف أعتز دائما باحتفالاتنا بانتصاراتنا معا هو بيقول لدي زكريات وأرشيف زي ما بقول لحضراتكم مثل اللافتات اللي رفعت لي بيتسو موسيماني وكمان منساش ويقول لك الهتاف في الملاعب ولسوق الحظ هو بيقول لسوق الحظ قررت العودة للمنزل وكنت بحاجة إلى الراحة مع عائلتي ختم موسيماني كمان مشيدا بالمدرب أو المدير الفني سوارس وقال لديكم الآن مدرب أوروبي متمرس يجب على الجميع دعمه وأعتقد أنه سيطرق قميص النادي أو سيديف لقميص النادي الأهلي وهيكون في مكانة أعلى يستحقها النادي الأهلي الكبير طيب خلونا قبل ما نخش على الصحف كمان قالت إيه في المحترف بعض الأخبار السريعة جدا منها طبعا على المستوى المحلي حضراتكم عارفين أن الكاف الاتحاد الأفريقي يمكن أعلن تأجيل انطلاق بطولة الأمم الأفريقية إلى يناير عشرين أربعة وعشرين وبالتالي طبعا الاتحاد المصري لقرة القدم بعد طبعا يشوف مواعيد المباراة مباراة ملاوي اللي كانت المفروض هتنطلق في سبتمبر القادم مواعيدها الجديدة إيه لكن زي ما حضراتكم عارفين خلاص بطولة الأمم هتبقى في يناير عشرين أربعة وعشرين ورجع التاني للموسم الشتوي عارفين طبعا كمان أن مزال الاتحاد المصري لقرة القدم بيبحث عن المدير الفني لمنتخبنا القومي ومازالت طبعا بعض الأسماء بتتطرح بشكل أو بآخر دراسة السيبيهات والسيار الزاتية للمداربين كل التوفيق كمان للكرة المصرية والاتحاد القرى للاختيار الأنسب للمرحلة اللي جاية مرحلة مهمة جدا جدا في تاريخ منتخبنا القومي طيب من الأخبار كمان السريعة باريس سان جرمان باريس سان جرمان بيقدم طبعا يعني بيعلن فيه خلال مؤتمر صحفي التعاقد مع كريستوف جاليتيه ده المدير الفني الجديد للفريق الفرنسي بعض الناس بتقولك الاسم مش مش مشهور طبعا أعتقد أنه كمان باريس سان جرمان تضعب عن هذا المدرب اللي قدام حضراتكو هو الفائز بنسخة الدور الفرنسي مع الليل الفرنسي العام الماضي والعام القبل الماضي والعام الماضي كان بيدرب فريق نيس طبعا في المقابل تمت طبعا الاستقالة أو إقالة المدير الفني البوكتينيو طبعا مع خلال اللي كان موجود مع فيس جيه العام الماضي وعايز أقول لحضراتكو كمان من خلال السفيل اللي احنا شفناه اللي هذا المدرب كل الناس بتقولك يعني باريس سان جرمان ممكن نجيب أعظم المدربين أسماء كبيرة جدا ولكن كمان مهم جدا أن الإدارة بتدور على مدرب عنده شغب مدرب عنده طمع في البطولات يعني كانوا أكيد بيكلموا مع زين الدين زيدان زين الدين زيدان أعتقد اعتذر ولكن هذا المدرب الجديد زي ما بقول لحضراتكو درب ثلاث فرق بس في فرنسا درب طبعا نيس درب الليل وكمان على مستوى أعتقد سانتيتي كمان الفرنسي كان مدربه في فترة 20-17 فعايز أقول لحضراتكو مهم جدا كمان اختيار المدربين وزي ما بقول لحضراتكو يعني أوروبا مشتعلة في سوء الانتقالات سواء على مستوى اللاعبين أو على مستوى يعني المدربين طبعا زي ما بقول لحضراتكو كمان خلاص بدأت بعض الأندية بعض اللاعبة بترجع خلاص ليه طبعا الـ Pre-Season أو الاستعداد للموسم القادم فكل التوفيق كمان لنجمنا الكبير محمد صلاح من خلال تواجده مع ليفر فول وهتكلم عليه بالتفصيل أكيد محمد صلاح محتاج نتكلم عليه وقد إيه كانت تفكير الـ Professional وكل الناس فجأت به تجديد التعاقد مع محمد صلاح يمكن بعد ما ناس كتير كانت بتقول للمحمد صلاح سينهي يعني الموسم القادم وهيروح ياما برشلونا ريال مدريد ولكن هنتكلم بالتفصيل عن محمد صلاح طيب خبر تاني من الكرة الألمانية ولوتا ماتيوس لوتا ماتيوس من عظماء كرة القدم في العالم وعلى مستوى طبعا باير ميونيك على مستوى منتخب ألمانيا الأسطورة لوتا ماتيوس اللي بيعتبر واحد من ثلاث لعيبة بس في العالم شاركه في خمس نسخ متتالية من كاس العالم النهار ده قال إن منتخب بلاده منتخب ألمانيا ما بين المنتخبات المرشحة للفوز بكاس العالم القادم لكن في نفس الوقت قال برضو بالنظر لأداء الفريق في النسخة السابقة من كاس العالم وكمان فيه بطولة أمم أوروبا هو قال أتمنى أن يكون منتخبنا يكون يتعلم الدرس حضراتكم عارفين منتخب ألمانيا في النسخة الماضية خرج من الدر الأول وكمان على مستوى الأمم أوروبا حتى ما تواجدش في الأربعة الكبار ولكن بيقول أن أتمنى إن شاء الله منتخب ألمانيا يكون يتعلم من النتائج السلبية وقال إنه على يقين إن لدينا فريق قوي لا ينخش عليه من مواجهة المنتخبات القوية زي البرازيل والأرجنتين وانجلترا بالإضافة كمان لحامل لقب كاس العالم الماضية المنتخب الفرنس وقال كمان لوتاماتيوس لدينا منتخب يمتلك إمكانيات هائلة ويلعب بروح الفريق مع مزيج من اللاعبين ذو الخبرة والعناصر الشاب وكمان أدرك وبيقول أدرك منتخبنا الآن الحاجة للعب مرة أخرى كفريق كوحدة وحدة متماسك مما يجعل المنتخب الألماني مرشح بقوة إلى الفوز بكاس العالم القادمة ده كان طبعا لوتاماتيوس وقال دي كان متفائل بمنتخب بلاده في النسخة القادمة من كاس العالم لكن عندنا كمان أخبار الصحف العالمية قالت إيه مع المحترف يلا بنبدأ حلقتنا مع الأخبار الصحف وعنوين الصحف والمواقع العالمية يا طرق قالت إيه؟ هنشوف أول حاجة سبورت طبعا هنبدأ جولتنا في سبورت الأسبانية اللي ركزت على أخبار برشلونة وكتبت يعني برناردو سيلفا قال نعم لبرشلونة وجافي سيجدد التعاقد مع برشلونة حتى عشرين ستة وعشرين بعد العودة من العطلة منذ دي بيرتيفو الأسبانية كمان ركزت على برشلونة من أجل لضم اللاعب البولندي روبرتو ليفندوسكي وكتبت اتفاق مع ليفا وعرض بما يقدر بأربعين مليون يورو طبعا نروح لصن الإنجليزية تحديدا هذه الجريدة اللي اهتمت بشكل كبير جدا جدا مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ورغبته رغبت رونالدو في الرحيل وكتبت هذه الجريدة الصحيفة صن رونالدو ومشستر يونايتد في محادثات في أزمة طبعا على مستوى رونالدو ويمكن كريستيانو رونالدو طلب من إدارة المان يونايتد في حال وجود عرض مناسب سيرحل عن المان يونايتد طيب نتير لفرنسا وجريدة الكيب الفرنسية يعني الكيب تحدثت عن باريس سان جرمان والموقف من مدربه القادم وكتبت جالتي يقسم مشجيع فريس سان جرمان في إشارة طبعا لحالة الانقسام لجماهير زي ما بقول لحضراتكم جماهير البي اس جي وبعضها مش مقتنع بتاريخ هذا المدرب الجديد لفريقه هنشوف الأيام اللي جاية هل هيثبت عكس كده ولا لا نروح سريعا لكوريد الاسبورت الإيطالية كوريد الاسبورت الإيطالية ركزت على طبعا انتقالات اليوفينتس وتأثير صفقة الفرنسي بول بوكبا كمان اهتمت بسوء الانتقالات على مستوى روما وموقف المدرب جوزي مورينيو كاتبت مورينيو يغلق فمه سيتحدث فقط يوم 13 أغسطس لسه في إيطاليا مع توت سبورت الإيطالية يعني ركزت كمان على سوق انتقالات اليوفينتس وكتبت مكسيميليو طبعا اليجري بول بوكبا وديمارية ضربات أخرى طبعا على مستوى اليوفينتس والتدعيمات القوية جدا جدا على مستوى اليوفينتس اللي زي ما بقول لحضراتكم عنده مجموعة من اللعيبة المميزة وكمان ضم يعني نجوم كبارة على مستوى الفني وعلى مستوى الأداء أعتقد اليوفينتس بيحضر أوراقه بشكل كبير جدا للفوز بالبطولة السرياء العام القادم هنروح لفاصل سريع بعد الفاصل نستقبل نجمنا النقد الرياضي إيهاب الجنيدي في المحترف أهلا بحضراتكم حتى على مستوى التجديد محمد صلاح يمكن فاجأ الجميع وفاجأ يعني معظم النقاد والناس اللي كانت بتتكلم أن محمد صلاح سنتهي علاقته بليبر بول مع نهاية الموسم القادم لكن الكليب الصغير ده قد إيه كان يعني عبقاري وقد إيه كان مفاجأة للجميع حنائش دوت وكمان تفاصيل حلاتنا النهاردة وملفتنا مع النقد الرياضي اللي منشرفنا إيهاب الجنيدي مساء الخير عليك يا بوب مساء الخير عليك كابتن هاني مساء الخير على دانورة كابتن جمهير النادي الأهلي وكل جمهير النادي الأهلي سعيد إن أنا موجود في قناة النادي الأهلي وسعيد موجود مع أفرتك نورنا يا بوب ويمكن زي ما أنت شفت معايا لقطة يعني 30 ثانية لكن معبرة جدا عن قد إيه محمد صلاح كمان من خلال وده اللي عايزة نقشه معك قبل أن نخش على طبعا طموحات محمد صلاح والأرقام الملف يعني تم إدارته بعبقرية كبيرة جدا وبحرفية كبيرة جدا جدا معظم الناس كانت خلاص بتقول محمد صلاح آخر موسم لي مع لبارتبول ولكن فجئنا بتجديد عقده اللي عشرين خمسة عشر متضبط يا كابتن هاني والموضوع زي ما حرارك قلت باحترافية كبيرة الموضوع بيلعب عليه محمد صلاح وقدارة ليفربول من فترة الموضوع السيناريو اللي شفنا ده ما كانش وليد الصدفة كده أو جي مفاجئ عايزة أقول لك أن رامي عباس وكيل عمال صلاح كان موجود في الفندق اللي نازل فيه فرقة باريس في فرقة ليفربول في باريس في نهاية دورة أبطال أوروبا وكان موجود مالك نادي ليفربول طبعا مستر هنري كان موجود وحصلت مقابلات بينهم مقابلة وحيدة في ساعتها وكلموا فيها يعني المفاوضات من فترة طويلة زي ما احنا متابعين وكان فيه باستمرار الجديد فيها وصلاح بيقدم ايه اللي عايزه وجهة نازل وكذا بس كان فيه نقطة مؤينة فرقت مع محمد صلاح يعني لو قررنا موقفه موقف سادي ومان ايه كان فيه موقف مختلف عند محمد صلاح ان محمد صلاح كان عنده رغبة في البقاء مع ليفربول هي دي اللي فرقت كتير جدا مع ليفربول وقدرت ليفربول وقدرت النادي واساطير النادي اللي بيحبه صلاح زي آيان راش بالذات اللي بيعتبره يعني آيان راش بيعتبر محمد صلاح هو خلفته حاليا وبيقول ان محمد صلاح حتى أرقام كتير من أرقامي فهو بيتكلم دايما عن محمد صلاح بشكل إيجابي كل الموقف بتاع محمد صلاح انه هو حتى تصرحته للإعلام ان بناته كيان ومكة مرتاحين في انجلترا وعايزين يستمروا في انجلترا كل ده وكان ليه دور دي كانت إشارات إيجابي يعني بالرغم يعني كل الناس قالت ويمكن أعلن محمد صلاح من خلال بعض المؤتمرات أو بعض اللقاءات انه مستمر مع ليفربول لنهاية الموسم نهاية عقده وبعض الرومورز قالوا ان إدارة برشلونة بتتواصل مع محمد صلاح للانتقال في الموسم القادم فكل ده كمان قد علامة استفاهم على يعني كل الناس أعتقد كان خلاص يعني محمد صلاح متواجد لموسم واحد شايف انت من وجهة نظرك دي الخطوة السليمة لمحمد صلاح أم كان ينتظر للموسم القادم وينتقل لدوري وطموحات أخرى يعني انت شايف شايف النقطة دي الزي من خلال يا كابتل اللي شفناه في المواسم الأخيرة من فريق ليفربول واللي بيقدمه على ساحة الخارطة والكرة العالمية أنا شايف أن ليفربول اختيار رائع لمحمد صلاح استمرار ليفربول استمرار محمد صلاح في ليفربول هو استمرار لتحقيق الأرقام الكبيرة جدا اللي حققها محمد صلاح في السنين اللي فاتت الأرقام اللي بتخليه بعد عن أي لعب يعني بقى هنقول لعب عربي أفريقي أي حد أو حتى من أسيا كمان لعب أو ساوز أمريكا باستثناء اللاعبين الأوروبيين يعني اللي هو بقى زيهم محدش عمل التاريخ اللي عمله محمد صلاح مع ليفربول هو حاليا مرشح أنه يحطم كل الأرقام اللي عملها بل كده يزود الأرقام اللي عملها مع فريق ليفربول فطبعا قطوة ليفربول هي خطوة رائعة بالنسبة له خاصة لو قسنا كابتن كمان أنت هتروح فين دلوقتي حاليا يعني برشلونة مش هو برشلونة اللي احنا شوفناها في السنين اللي فاته هو كان برشلونة هو أقوى الفرق تقريبا بعتراف حتى يعني كانت صحيفة زي أسليتك البريطانية عملها تقرير جميل جدا النهاردة على كواليس التعاقد من 12 النهاردة قالوا أنه كان الفرقة الوحيدة النادي الوحيد اللي بيتواصل مع رامي عباس بشكل قوي جدا يوميا وباستمرار حوالي محمد صلاح هو برشلونة ولكن كان عايزه فريه في الموسم اللي جاي يعني برضو مش عايزين تعارف الأزمة اللي بيعاني منها برشلونة اقصاديا فما فيش فيه فلوس عندهم يدفعوا فهم دول اللي كانوا متبعينوا أما محمد صلاح مع ليفربول في السنين اللي فاتت منافس قوي جدا السنتين شوفنا اللي بيحصل بيخسر الدورة الانجيزة فرق بنتو اللي حاجة بيوصل لنهاية دورة أبطال أوروبا كسب دورة أبطال أوروبا ورجع خسر النهائف مباركا هو المسيطر عليها فأنا شايف أن ليفربول محمد صلاح مرشح بقوة السنين الجاية خاصة بإذن الله لو ليفربول قدر أنه يعمل بطولات كبيرة مرشح أنه لسه ياخد بطولات أكبر وممكن ينافس على البالوندور بقوة كمان على مستوى الإدارة الفنية يورجون كلوب كمان قال في بعض التصريحات بعد تجديد التعاقد قالك محمد صلاح لسه قدامه ما يقدمه أفضل كثيرا مما قدمه يعني كمان النقطة هذه انت شايفها إزاي كمان سقط المدير الفني يورجون كلوب في محمد صلاح وقديه سعدته طبعا يعني تجديد التعاقد معه ولسه كمان شايف أن محمد صلاح عنده القدرة وعنده يعني من الإرادة أنه يحقق أفضل مما حققه في السنوات الخامسة اللي فاتت مع ليفر فول ده حقيق يا كابتن هو من أجبر الأشياء الدعيمة من ساعة ما الروح محمد صلاح لفرقة ليفر فول زي ما احنا بتبعين هو يورجون كلوب يورجون كلوب مؤمن جدا بقدرات محمد صلاح مؤمن بإمكانياته شايف تصراحاته الوسائل الإعلام اللي حتى تكلمه أن محمد صلاح جدد سنتين هو يورجون كلوب بقال إن محمد صلاح ممكن يلعب في المستوى ده خمس سنين كمان قدام السنتين وكتير من وسائل الإعلام العالمية متطفقة على كده فده شيء طبعا أنت حراج كنتم مدرب عارف الكلام ده أما يبقى المدرب عنده ثقة في لعب ده بيخلي اللعب عنده دايما بوش أكتر وبيضغط أكتر وبيخلي اللعب عنده دوافع أكبر في المباريات وهو دايما كان زي ما كنا بنشوف في مباريات ليفربول يورجون كلوب كان دايما بيسك سخة كاملة في محمد صلاح وبيسيبه ما يحبش يخرجه من المباراة ده كله كان بيفرق جدا مع محمد صلاح وبيديله باور جامد في المباراة ما فيه شك كمان على مستوى يعني على مستوى الأرقام يمكن بعض الناس بتقولك كان موسم يعني سيء لمحمد صلاح على مستوى الجماعي مع منتخب مصر الخروج من كاس العالم عدم الفوز بطولة أفريقيا كمان عدم الفوز بالبريمير ليج بعض الناس كانت شايفة موسم سلبي ولكن على مستوى الأرقام لا يعني محمد صلاح بيحقق أرقام من أفضل المواسم ليه على مستوى على مستوى الأرقام الفردية اللي حققها مع ليفربول وده شيء كمان مهم جدا طبعا يا كابتن محمد صلاح الموسم ده هو هدف البرريمير ليج هدف البرريمير ليج للمرة الثالثة يعني ده حاجة لازم نقف عن ده كتير ما فيش لعيب كده في أفريقيا وعمل الكلام ده قبل كمان ما فيش لعيب مصري طبعا في عالم الاحتراف وصل للوصل محمد صلاح ولا في أفريقيا وصل نكتبها هدف الدوري الإنجليزي الدوري الأقوى في العالم للمرة الثالثة فده شيء طبعا من السهل السنادي محمد صلاح محمد صلاح السنادي قال أنه مش مجرد كمان هدف محمد صلاح زي ما عارفين أنه هو الأكثر صناعة للفرص في الفرقة بتاعته وفي الدولة الإنجليزية كله ومش في الفرقة بتاعته كمان والأكثر صناعة للأهداف تاني أكثر صناعة بعد أرنول يعني هو عامل 62 فرصة هدف أرنول 60 فرصة هدف أرنول 62 حاجة بسيطة يمنح لزملاء فرص التهديف وده بيرد على فكرة على الاتهامات اللي بعض الصحف الإنجليزية والبعض أنا بقول غير محبي محمد صلاح اللي بيقولك ده دايفينج وبيغوص وبيتعمد وأناني والكلام ده كله ده كله كلام مليوش أساس من الصحة بترد عليه الأرقام زي ما حالك قلت أرقام محمد صلاح بتثبت أن محمد صلاح لعيب هنففل العيب متعاون جدا في الملعب العيب بيمرر بزكاء لزملائه بيصنع بيضاهم في مواجهة المرمى وكان يمكن تصريحات ساديو مني قبل ما يرحل بترد على كل الكلام ده كان قال تصريحات يعني أنا بعتبارها تصريحات مهمة جدا لما قال رسالة قال أنا بحب أوجه قبل ما أسيب رسالة للسنائي محمد صلاح وفرمينيو قال لأنه هم سبب رئيسي في الأهداف الكتير جدا اللي جبتاها مع ليفربول هم كانوا بيعونوني كتير جدا أن أنا سجل فده طبعا بيرد على كل الكلام ده وبيقول أن محمد صلاح لعيب متكامل عندنا لعيب متكامل في خط الهجوم لعيب بيسجل الأهداف وبيصنع الأهداف للزملاء صحيح طبعا على مستوى كمان محمد صلاح أعتقد كلنا كنا شايفين قدي كان سعيد بهذا التجديد للتعاقد وزي ما بقول لحضراتكم على مستوى إدارة ملف في تجديد التعاقد مع ليفربول أو امتداد التعاقد مع محمد صلاح ودير بشكل أكثر من رائع تعالوا مع حضراتكم نشوف كمان محمد صلاح قال إيه بعد تمديد عقده مع ليفربول شعور رائع أعيشه بعد التجديد مع ليفربول ومتحمس للفوز بالبطولات مع النادي نعم إنه يوم سعيد للجميع من الرائع أن ترى نفسك التاسع في قائمة هداف ليفربول عبر التاريخ خصوصا حينما تفعل ذلك في مدة قصيرة إنه أمر رائع أعتقد وقلت ذلك مرات عديدة من قبل أن الأهم هو الفوز بالبطولات لكن أعتقد أنه حينما تسجل الأهداف وتساعد الفريق على الفوز فذلك يجلب البطولات أيضا لذلك فهو شيء أنا فخور به أنا متحمس جدا للعب بجوارد نونيز أريد اللعب معه قدم موسما جيدا جدا الموسم الماضي ولعب أمامنا بشكل جيد ذهابا وإيابا وكذلك ساديو ماني غادر وسنفتقده قدم مواسم رائعة مع الفريق ياب تعليقك على الألو محمد صلاح ووضع عليه السعادة ووضع عليه يعني كمان الشغف لسه مازال محمد صلاح عنده شغف لتحقيق أرقام كبيرة على مستوى البريمير ليج وهو ده أجمل ما يميز محمد صلاح محمد صلاح لعيب جعان دايما للبطولات جعان للألقاب يعني أنه يعمل حاجة ثقة في محمد صلاح هي البطولات بس تفريق معازم حرارك قلت بطولات جمعية برغم التغييرات الأخيرة شوية في نظام الجايزة وأنه ممكن بالأرقام الفردية بقت رقم واحد اللي بيبصلها فمحمد صلاح لسه كابتل لسه عايز كتير تكلم على التغير خدنا من كلامه برضو التغير الجديد في شكل خط هجوم ليفربول اللي هنشوفه في الموسم الجديد خلاص هنلاقي لعيب رقم تسعة زي ما نقول كده واضح وصريح ما كناش بنشوفه قوي يعني دايما ليفربول الموسم اللي فات كانوا التلاتة اللي قدام بيتبادلوا المراكز لويس دياز ومانيه وصلاح مش عارف له ما تقدرش تقول ده رقم تسعة وده بيطلع جناح والتاني بيطلع جناح كان فيه تبادل دايما بينهم خاصة مانيه ودياز كمان إنما حاليا بقى فيه تجديد في خط هجوم فرقة ليفربول بتواجد يعني القناس أو المكينة الجديدة داروين نونيز هيبى رقم تسعة صريح وهيبى معاه طبعا صلاح زي ما نشوفه في اليمين والنحاء التالي في الشمال هيبى لويس دياز وعندهم بره قاعد اتنين اهتموا طبعا حافظوا على عنصر الخبرة اللي هو العيب محبوب جدا عايز أقولك في فرقة ليفربول وفي النادي روبرتو فرمينو ده العيب محبوب وجماهيري جدا وبيحبوه حتى المدرب مستر يورجن كلوب هنتكلم هيبى على طبعا كمان تشكيلة يورجن كلوب وقدير رؤية المستقبلية في خط اللجوم وكفريق بشكل كامل لكن لو كلمنا كمان عن الكرة الإنجليزية أكيد عندنا طبعا يعني واحد بول ميلر ده طبعا واحد من أساطير الكرة الإنجليزية مدافع قوي جدا فيه طبعا الجيل الزهبي لفريق توتن هام بشرفنا النهاردة على شاشة قناة النادي الآلي مساء الخير عليك مساء الخير مساء الخير مساء الخير على الجميع وشكرا لكم طبعا احنا سعاداء بوجود أسطورة كبيرة يعني لاعب مدافع من طراز فريد في عصر الزهبي لفريق توتن هام الإنجليزي وعلى مستوى كمان على مستوى المنتخب الإنجليزي وواحد من الحقاق بطولات على مستوى الأوروبي مع توتن هام طبعا الحصول على طبعا الوافا كب أو كاس كاس أوروبا عايزة أسألك وكنا في نقاش على محمد صلاح شفت إزاي تجديد تعاقد محمد صلاح مع ليفربول لمسامين قادمين محمد صلاح هو أحد أفضل اللاعبين ليس فقط في إنجلترا ولكن في العالم لكن محمد صلاح يقدم أداء عظيم مع ليفربول وأعتقد أن ليفربول هو منفاز بتجديد محمد صلاح وخطوة جيدة لهم مستوى الجميع يتحدث هنا عن تجديد محمد صلاح مع ليفربول أعتقد أن ليفربول جانا صمار كثيرة من الماركتينج وقيمة اللاعب وأعتقد أن فوز كبير للبريمير ليج أكيد طبعا البريمير ليج وأنت كنت واحد من عظماء المدافعين في البريمير ليج وما زلت لغاية دلوقتي شايف كمان تيشرت توتنهام موجود وترتديه بشكل يدعو للفخر تعليقك على توتنهام مع كونتي يعني وصول طبعا توتنهام لمراكز متقدمة في الدوري بعد إخفاق في بداية الدوري شايف شايف إزاي توتنهام مع المدرب الإيطالي كونتي الموسم الماضي جيد أعتقد أن خبرة أنتونيو كونتي باللعب والتدريب للعديد من الأندية خبرة كبيرة وأعتقد أنه مدرب رائع وجيد جدا كان لاعب رائع ومدرب رائع أيضا وهذا يساعد توتنهام كثيرا وهو يتماشى مع توتنهام سبيرز ما فيه شك كمان توتنهام من الفرق الكبيرة جدا لكن بول إمتى توتنهام يقدر يفوز كمان بالبريميا ليج يعني توتنهام عنده نجمين على طراز فريد من التهديف نتكلم على هاريكين نتكلم على سون الكوري أنت شايف إيه اللي ناقص توتنهام لطبعا الحصول على البريميا ليج أعتقد أن العام القادم حزوز توتنهام ستكون كبيرة جدا لا أريد أن أكون الفوز لكن سيكون هناك تحديات كثيرة وأعتقد أن العام القادم ستكون حزوز كبيرة لتوتنهام بالفوز بالبريمير ليج بعد كيامه بالعديد من التدعمات من أجل أيضا دورة أبطال أوروبا ما فيه شك التدعمات على مستوى كبير جدا لتوتنهام وعايز أعرف منك طبعا فيه فراءات في الأجيال ودايما بيكون المقارنة ما بين الأجيال إلى حد ما مقارنة ظليمة لكن عايز أعرف من وجهة نظرك الفرق ما بين توتنهام في وجود لعيب كبير وانت قدت من عظماء الموجودين في فريق الأحلام لتوتنهام وهذا الجيل يعني الفراءات انت شايف الفراءات ايه بالزبط فيه ما بين الجيلين سؤال جيد ورائع لكن عندما كنا نلعب كرة الكدم كنا نلعب بشغف وكنا نلعب بحب من أجل الشعار ومن أجل الفريق توتنهام الآن كتاريخ نادي ليس لديه العديد من الأقاب يمكن كنت شاركت في وكأس إنجلترا في جين العزيم لكن للأسف الآن الكرة تلعب من أجل المال والجانب الاقتصادي يدخل كثيرا في أكثر من الشغف وأكثر من حب التي شيرت وأكثر من حب شعار النادي للأسف هذا هو الفرق الكبير يعني نتكلم على فرق الأجيال أكيد الشغف والحب اللعبة وحب النادي كان أكيد يطفو بشكل أكبر كثيرا ولكن دخول الأموال أكيد غير من ملامح كورت القدم عايزة أسألك كمان عن المان يونايتد وعايزة أشوف رأيك في كريستيانو رونالدو اللي طلب من الإدارة لو فيه عرض جيد هو يرغب في الرحيل عن المان يونايتد أعتقد أن هذه قضية تخص مانشستر يونايتد وتخص إدارة تلمانيو كريستيانو رونالدو ولعب رائع ولعب كبير وعندما سيغادر مانشستر يونايتد خاصة بعد قدوم الكوتش الجديد تين هاك كمدربة لمنشستر سوف تكون خسارة كبيرة لهم لكن أعتقد أن الأسلوب الحالي للمانيجر لإدارة منشستر يونايتد لا تساعد كريستيانو رونالدو والآن كريستيانو يحتاج معاملة فأعتقد أن الإدارة سوف تخسر كثيرا بالتخلى عنه نتكلم على الكرة الإنجليزية وزي ما قلت على مستوى المنتخب كنت أنت كمان عنصر مهم جدا في المنتخب الإنجليزي رغم قوة المنتخب الإنجليزي لكن لا يزال المنتخب الإنجليزي لم يحصل على كاس العالم أعتقد من 64 رؤيتك للمنتخب الإنجليزي خلال الفترة اللي جاية وخاصة طبعا كاس العالم القادمة قطر 2022 وفرص المنتخب الإنجليزي في هذه البطولة الآن نحن لدينا مجموعة رائعة من اللاعبين لكن أنت على حق هناك تزفزق في مستوى المنتخب الإنجليزي في الفترة الأخيرة خاصة في دور الأمم الأوروبية وأعتقد أن العديد من المشجعين منتخب إنجلترا أيضا في الوطن العربي لنعلم إنجلترا لديه أيضا عشاك في الوطن العربي غير رادون تماما عن المستوى منتخب الإنجليزي والمدرب لكن أعتقد أن الأيام القادمة وبطولة كأس العالم سوف تكون تحدي خاص لنا أكيد البطولات الكبيرة بيكون تحدي على مستوى المنتخبات بشكل كبير جدا لكن نرجع تاني للبريميال ليج والتدعمات الكثيرة جدا جدا على مستوى الفرق إذا كنا نتكلم على ليفربول نتكلم على السيتي نتكلم على توتنهام حتى على مستوى أرسنال والمان يونيتد شايف البريميال ليج النسخة القادمة هل سيكون أيضا التنافس ما بين فرقتين ولا يعني السنة اللي فاتت أو العام الماضي ما بين ليفربول والمان سيتي لفترات طويلة هل ممكن نشوف المان يونيتد في المنافسة هل ممكن نشوف توتنهام في المنافسة رؤيتك للبريميال ليج الموسم القادم أعتقد أن لدينا الحصيل الأكبر من الفرق في الشامبيون ليج وإذا يعكز مدى كوة البريميال ليج لكن إذا ما تحدثنا عن المنافسة على لقب البريميال ليج داخل إنجلترا أنت على حق لكن أعتقد أن المنافسة ستكون على أكثر من نادي في العام القادم لأن العديد قام بالتدعمات كما ذكرت من قبل أيضا توتنهام كما بالعديد من التدعمات لكن عندما حدثنا عن الفرق الإنجليزية نحن نعاني في دور أبطال أوروبا لا تقول لي كنا في السيمي فاينل أو الفاينل لكن نريد أن نفوز باللقب كمان على مستوى التحكيم طبعا أكيد أنت سمعت مارك كليتنبرج الخبير الإنجليزي والتعاقد مع الاتحاد المصري لتطوير المنظومة التحكمية في مصر عايز أعرف رأيك في هذا الحكم ودوره في تطوير التحكم المصري في المستقبل القريب أعتقد أن مارك كليتنبرج جود مان رجل جيد أتحدث عن الوظيفة مارك كليتنبرج لديه خبرة كبيرة سوف يساعد الاتحاد المصري وسوف يطور من القرى المصرية وأعتقد أن دور القادم دور قوي في النهود بملف التحكيم في مصر لأن الصحبة الإنجليزية نقلت هذا الخبر باعتبار مارك كليتنبرج كان أفضل الحكام الإنجليزية وأعتقد سيطور لجنة التحكيم في مصر بالمناسبة رأيه في التحكيم والحكم الإنجليز من خلال إدارته الأصعب دوري وأقوى دوري في العالم رؤيتك للحكام الإنجليز في الموسم الماضي حكام الكرة الإنجليزية هم أفضل حكام في العالم قد يكونون عدوانيين في بعض الأحيان لكن يتركون لك الكرة وتستطيع أن تلعب كرة مع الحكام الإنجليزية لأنهم لا يقومون باحتساب أي كرة كما يحدث في الدوريات الأخرى هم لديهم عقلية خاصة ولديهم أشياء خاصة لكن لأكل ذلك لأنه رجل الإنجليز لكن هم أفضل حكام على الساحة في العالم طيب قبل ما نختم معاك أنا كنت بقى لعب مدافع تقريبا في مركزك ويعني لما طبعا دخلت تقنية الفار قلت الحمد لله أنها ما كانتش على أيامنا تقنية الفار هل أنت بتفكر بنفس التفكير هل كان تقنية الفار لو تواجدت في يعني في العصر من خلال الألفية التانية كان هتبقى عقق كبير جدا على المدافعين تفضل دخول تقنية الفار أم رأيك بشكل عام على طبعا تقنية الفار المستخدمة حديثا في القرى العالمية بالنسبة لي أنا أحب الفار لا يوجد مشكلة بالنسبة للفار الفار يعطي العدالة إذا ما تم استخدامه بطريقة صحيحة لكن في وجود الفار وقد تخطئ هذا يعتبر خطأ شنيع ونقول عنه عار في إنجلترا عندما يكون هناك فار ولا يتم استخدامه بالطريقة الصحيحة بول ميلر طبعا بنشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معنا على شاشة قناة النادي الآلي وإن شاء الله أكيد لنا لقاءات أخرى مع نجم كبير ومدافع من طراز فريد على مستوى الكرة الإنجليزية من خلال توتن هامو المنتخب الإنجليزي شكرا جزيلا لوجودك معنا وشكرا لقناة النادي الآلي على الإصلاف وحظ صعيد لكم في المرات القادمة طبعا مدافع من طراز فريد هنروح فاصل سريع جدا جدا هنطلع على فاصل سريع ونرجع نكمل حديثنا مع طبعا إيهاب الجنيدي عندنا ملفين مهمين جدا هنتكلم طبعا على المركات والمشتعل في أوروبا وسوء الانتقالات بعد الفصل أعلم بحضراتكم مرة تانية زي ما انتم شفتوا هنتكلم لسه كمان على تريزيجي ومستقبله الفترة اللي جاية لكن عجلا وخبر سعيد جدا جدا لكل المصريين طبعا المصري سيف عيسى بيفوز بزهابية التايكوندو لوزن 80 كيلو طبعا في دورة الأعاب البحر المتوسط مبروك لمصر وأبطلنا في مصر بحقاء المعجزات طبعا الألعاب الفردية على مستوى عالي جدا جدا ودايما بنقول لازم يبقى سوفورت للرياضة بشكل عام كلنا بنحب كورت القدم لكن من خلال دورة الألعاب في البحر المتوسط بيظهر لنا نجوم وأبطال على مستوى عالي جدا كل الدعم ليهم إن شاء الله الفترة اللي جاية لأن احنا محتاجين محتاجين أن احنا نقف قدام أو نقف جنب أبطالنا لازم يكون ليهم رعاة لازم يكون صدقوني الأبطال دول بيتعابوا جدا جدا احنا مهتمين بكورت القدم كل حاجة بتوفر للاعب كورت القدم من عانة ولبس وصفر ووا ووا لكن الأبطال دول اللي بيحققوا الدهب في البطولات العالمية ليهم حق علينا ودايما بنقول الكلام دوت ويا رب لما البطولة تخلص بيتكرموا بنقعد يومين ثلاثة أسبوع عشر أيام والأبطال دول بيتنسوا بشكل أو بآخر كل التوفيق طبعا لأبطالنا زي ما بقول لحضراتكم يعني الاحتفال طبعا بيهم واجب كل ده حلو أو اللي احنا بنشوف وانا مع طبعا تقدير النجوم دول بشكل أو بآخر لانه زي ما بقول لحضراتكم معظم الناس 80% ما تعرفش الأسماء دي بنتكلم على بسانت حميدة بنتكلم على عبد الرحمة بنتكلم على أسماء كبيرة جدا جدا بنتكلم على نعمة سعيد بطلة رفع الأسقال كل دول أبطال أتمنى أتمنى إن شاء الله الفترة اللي جاية أن احنا نهتم بهم مش بس في فترة الفوز مش بس وهم راجعين بالمدليات مش بس وهم يعني لا الأبطال دول محتاجين سدوني يعني مش فترة بيعمل بيحقق بطولة نحتفل به ونقدم له ورد ونحتفل به المدة يومين ثلاثة يطلع في البرامج كضيف بيقول ما سرته وبعدين الموضوع يختفي لكن الأبطال دول ليهم حق علينا كبير جدا جدا وإن شاء الله كل الاهتمام طبعا يعني الوزير أشرف صفحي طبعا عليه طبعا دور كبير جدا وهو مهتم بالأبطال على مستوى الفردي لأن دول أبطال من دهب هذا مهم جدا اللي بقوله لأن في يعني في انشغلنا الكبير جدا بكرط القدم والانتقالات وواواواوا الأبطال دول بيحققوا يعني أرقام عظيمة جدا على مستوى خلي بالك بطولة كبيرة جدا فيها أبطال كبيرة على مستوى زي إيطاليا يعني فيها أبطال كبيرة والأرقام اللي بتحقق ديت أرقام بتدل أن الناس دي اشتغلت بأقل الإمكانيات. ولكن في النهاية بتحصد الزهب. أنا أتفق معك تماما يا كابتن هاني. أقل من ما يستحقوا هؤلاء الأبطال. وده رد منهم. ردوا بقوة على ما صحب قبل سفرهم لو حركوا التابعين. طبعا يسافروا. لا ما يسافروا. مش يعملوا حاجة. مش هنعمل حاجة في البطولة. لكن سادة الوزير الدكتورة عشف صبحي راهن على الشباب دول. راهن على الأبطال دول. وقال أنهم هيعملوا حاجة. وقال أن كل الألعاب تسافر بتنسيك مع اللجنة الأولمبية. حمل هذا العبء. وفعلا أثبتوا أن هم كانوا على حق. وكانوا أبطال النهاردة. احنا تخطينا 40 ميداليا. تخطينا 10 ميداليات ذهبية. أرقام بتحقق. أرقام جميلة جدا. بتنفس مع كل دول. حضر البحر المتوسط. يعني موجود إيطاليا. موجود اليونان. موجود فرنسا. موجود دول كبيرة. بتنفسك المغرب والجزائر. إنما أنت ظاهر وتركيا. ظاهر بقوة موجود. النهاردة منتخب اليد تغلب على مكدونيا. ووصل للمباراة النهائية. يعني بيلعب على الذهب. يعني برضو حاجة تشرفنا. ممكن نحصد الميدالية الذهبية في لعبة جماعية. أنا دايما بكلم. قرط اليد طبعا لعبة. يعني دايما عندهم. وحطين سيستم انتحاد. انتحاد ناجح جدا. انتحاد ناجح جدا. بكلم على الألعاب المغمورة للناس. يعني بتعاني كتير جدا. جدا. ويعني بتحفر في الصخر. كده علشان تتمرن. وعشان توصل لمستوى كبير. أنا الأوان بقى أن كمان الدولة تهتم يكون فيه سبونسور. يكون فيه دعم كامل لأبطالنا دول. مش زي ما بقولي. آه بنحتفل بيوم. دلوقتي يخدوا دهب. هنرجع نعمل لهم حفلة. يطلعوا شوية في البرامج. وبعدين يختفوا تاني. خلي بالك يا كابتن. احنا داخلين على بريس. دورة العاب الأولمبيه برس عشرين عربعة عشرين. هما دول الأمل. هما دول الاننفسه في الدورة دي. دورة العاب الأولمبيه اللي هي الأهم طبعا. أهم مسابقة بالنسبة لهم. هما دورة العاب الأولمبيه. فلازم كان هناك بطول اللازم الأبطال دول يقبى فيه بلان. الفترة الجاءة احنا قدامنا سنتين. لعد دورة العاب Anal. لازم يقبى بated plants كامل باشراف كامل. برعاء. بكل حاجة. إن الأبطال دول إزاي. نعدهم إن إحنا إن شاء الله زي ما عملنا مدليات في البطولة دي ما أنت بتنفس هنا برضو أبطال العالم. صحيح. اوش بتنفس حد ما بتنفس بطولة محلية أو بطولة مصرية. أنت بتنفس أبطال العالم من دول كتير من العالم. وبيهتموا بالدورة دي. دورة ألعاب البحر المتوسط. إحدى أقدم دورات التاريخ. يبقى لازم نهتم بالأبطال دولة. الأبطال دولة دون أمل. دون أمل أن ممكن دورة الألعاب اللي جاية. إن شاء الله يبقى فيه إنجازات يبقى فيه ميديليات أكتر من اللي حققناها في الدورات السابقة دوت هيجي زي محرارك قلت بالاهتمام اهتمام كامل من وزارة شباب الرياضة واهتمام كامل من الدولة والقادة السياسية الحقيقة بتدعم الشباب وبتدعم الرياضة وبتدعم الألعاب ديت والألعاب الفردية ديت الألعاب الشهيدة زي ما بنقول عندنا فيها أبطال مميزين صحيح صحيح أنا بتفق معك إن شاء الله الفترة اللي جاية كمان على مستوى الرعاة على مستوى القطاع الخاص لازم تخش ولازم تدعم لأن أنت كمان كذبان على مستوى الدولة اعتقاد الشخص الدولة بتقوم بدور أكتر من الرائع وكمان على مستوى السوشيال ميديا والدعم الشعبي صدقوني ده كمان مهم جدا لما البطل ينزل مطار القيارة ولاقي فيه دعم جماهيري بشكل كبير هيبقى سعيد جدا ودي هتدي له طاقة إيجابية للي جاي كل التوفيق لأبطالنا المتواجدين حاليا في دورة البحر المتوسط طيب عايزين نروح لتريزيجي كلمنا على محمد صلاح ويعني تجديد عقده مع لبارتول لكن كمان تريزيجي شايف انتقاله من الدولة لدورة التركية هل في مصلحة اللعب هل دي الخطوة المناسبة للتريزيجي للفترة اللي جاية أنا شايف خطوة رائعة للتريزيجي تريزيجي أحد الأمثلة برضو الرائعة والمشرقة للرياضة المصرية لعيب مكافحة ولعيب مجتهد من ساعة ما كان في النادي الأهلي وطلع وبدأ رحلاته والاحترافية لعيب مكتهد لعيب مثال نموذج للعب مصري في الاحتراف برضو ماشي بخطوة جايدة وماشي بخطوات جايدة يا كابتن الخطوة دي أنا شايف خطوة مهمة جدا بالنسبة لتريزيجي ليه؟ لأن تريزيجي زي ما بنقول كده كل لعب ليه كارزما وليه الدورة بتاعه وليه الحتة اللي زي ما بنقول ان انت هتنجح فيها تريزيجي لا نفسه في الدورة التركية نجح في الدورة التركية سنة الفاتية بلعب 11 مباراة فقط مع بشاك شهير بسجل 6 أهداف وبصنع 4 أهداف لزملائي في 11 أو 13 مباراة ده رقم كبير جدا وحرك طبعا أعرف الكلام ده ده رقم كبير بالنسبة لعب رايح إعارة من أستون فيلا أنا بتنقل حاليا برضو الانتقال لو إثناء حتى بالأرقام مع احترامي للدورة الإنجليزي طبعا رقم واحد ولكن انت بتنتقل للدورة رقم 8 على مستوى أوروبا دوري مش قليل برضو وعلى مستوى أوروبا يعني بنقول على مستوى العالم غالبا الدورة رقم 8 على مستوى العالم برضو دوري قوي دوري فيه عندها دايما بتنافس بطول الدورة وبطول أوروبا طيب انت انتقلت منين انتقلت من أستون فيلا من نادي بينافس السنادي على الهبوط وبيهرب من الهبوط انتقلت للبطل الدوري التركي نعرف أن ترابزون سبور للمرة الأولى من سنين طويلة جدا أعتقد من 84 حقق الدوري التركي المسلم اللي فات فأنت رايح تلعب فرقة يا ترزيجي رايح هيشارك في دورة أبطال أوروبا هنشوفه في دورة أبطال أوروبا مع ترابزون سبور مع فريق كسب الدوري فريق عنده مجموعة كويسة جدا من اللعيبة التشكيلة اللي موجودة عنده مدرب متميز جدا وهو نفسه ترزيجي يعني أول كلام وما قال وراح هناك عنده تنوح كبير أو أجابت وعايز يعمل حاجة عايز ينجح أكيد طبعا يعني كمان أرقام ترزيجيه خلال خلي بالك هو كمان ترزيجيه حظه واحد شوية في فترة تقلقه مع أستون فيلا وكان بيشارك باستوى أكتر من رائع وبيحرز أهداف ودخل زي ما بقول بقى دخل دخل المعمعة وبدأ يتواجد بشكل كبير جات له إصابة طبعا إصابة صعبة جدا رباط صليبي وغاب حوالي ثمن أو تسعة شهور وبالتالي هو دي عطلته بشكل أو بآخر إمكانياته على مستوى الأرقام من خلال عدد المباراة اللعبة لا بأسة به ترزيجيه كمان أنت نقطة مهمة جدا عملية التأقلم هو تأقلم بشكل أكتر من رائع في الدوري التركي وبالتالي وكان بالنسبة وانت قلت كمان أنه هيلعب دوري أبطال أوروبا وبالتالي ترزيجيه أهم حاجة كمان في لعابة الكرة من يلعب فرحة أن أنا أكون في البريميال ليج وقاعد ألعاب لي 5-6 ماتشات في السيزن يعني ده تواجد كمان في الملعب بيفرق معه جدا حيفيده ويفيده المنطقة بالمصر بشكل كبير بالضبط أكتر منعني وهو ترزيجيه بحث عن كده وترزيجيه العيب زي بنبور حرق قال ليب متميز والحقيقة أنا برضو على تواصل معاه هو العيب فكر في اللي حضراتك قلته هو قال للمشاركة وده أهم شيء ركز عليه حتى في تصرحاته النهاردة أتكلم قال لي أن أنا ببحث عن المشاركة عايز أكون متواجد في الملعب أنا غبت فترة طويلة أتكلم على الإصابة ولكن جاهدت واجتهدت أن أرجع أرجع أقوى من اللي كان وعندي تموح الفترة الجاية أن أنا أفوز بالبطولات دايما اللاعب مدام عنده صبورت ده ودافع كبير الجواء أنه عايز يعمل حاجة ده بإذن الله كابتن أنا واثق يعني مش عايز أقول واثق بره لكن محمود حسن ترزيجي الفترة الجاية هيعمل نجاحات مع ترافز المسبور ده التجربة الثالثة برده يا كابتن لازم الناس تتعرف التجربة الثالثة في الدور التركي قبل كده لعب مع قاصم باشا شوية قبل ما يروح الأعرة لباشاك شهير وده هكون التجربة الثالثة ليه في الدور التركي فهو زي ما حراك قلت التأقلم هو معتاد أجواء الأجواء التركية أجواء الدور التركي اللعب في الدور التركي فرق الدور التركي خلاص هو عارف المنظومة دي وحفظها وكمان الدعم الجماهيري ده مهم جدا يعني ترزيجي اسمه على مستوى الدور التركي اسم كبير جدا ولما لعب من أستون بيلي ينتقل كمان في نادي عنده شغف عنده بطولة كبيرة جدا لأول مرة بيشارك فيها دور أبطال أوروبا وبالتالي كل دي دوافع على مستوى المعنوي على مستوى الفني كمان حتى وقع كابتن على المستوى يعني لو قلنا حتى زي ما قلنا صلاح وقع عقد مثلا بتلتمائة وخمسين ألف ستليني يوصل لربعمائة ألف ستليني بالمكافئات اللي هيخدها إسباعيا برضو ترزيجي موقع عقد جيد جدا موقع عقد أربع سنين اللي وقعه النهاردة لغاية عشرين ستة وعشرين حصل أستون فيلا على أربعة مليون ستليني في الصفقة دي هيدفع على أربع دفعات كل سنة هياخدوا مليون ستليني هو نفسه محمود حسن ترزيجي هياخد مليون خمسمية خمسة وخمسين ألف ستليني راتب سنوي برضو راتب بالنسبة في فئة معينة من اللاعبين في الروبا ده راتب عالي راتب عالي حتى على مستوى الدول التركي على مستوى الدول التركي ده راتب عالي بالزبط يا كابتن يعني ما نبصش أن صلاح بيأخد كذا أو كذا لا صلاح بقى من أعلى أربع لعيبة في العالم يعني كواس أنك كمان جبت سيرة الراتب بتاع محمد صلاح وكنا بنتكلم على سقف الرواتب هل محمد صلاح دلوقتي بقى رقم واحد على مستوى ليبر بول هو أعلى لعب في تاريخ ليفربول حاليا هو أعلى لعب في تاريخ ليفربول بالنسبة للراتب مفيش لعب في تاريخ نادي ليفربول حصل على الراتب اللي بيحصل لليه محمد صلاح محمد صلاح هيصل أسبوعيا ربا ومئة ألف جنيس تليني الرسمي تلتمائي وخمسين بالمكافئات والإعلانات والحاجات اللي بيعملها هتوصل لربمائة ألف جنيس تليني ده أعلى لعاتب في تاريخ النادي وحاليا أصبح اللاعب من أعلى أربعة لعبين أجرا أساسا في الدور الإنجليزي كله وكمان على مستوى مع كريستيان روناردو طبعا طبعا كريستيان روناردو هو الأول لكن كمان على مستوى سادي ومانين مع البايرن يعني أعتقد راتبو قال من كده يصل حوالي 250 ألف جنيس تليني في الأسبوع يتبر صلاح الأغلى على مستوى اللاعبين الأفارقة كل التوفير لكابتننا الكبير محمد صلاح ونجمنا الكبير لسا عندنا طبعا المركاتو والانتقالات بالنسبة للعبين على مستوى الموسم القادم هنتعرف عليه ونخش بالتفاصيل فيه مع إيهاب الجنيدي بعد الفاصل أهلا بحضراتكم مرة تانية إيهاب تعالنا وانت بقى نروح للمركاتو الترانسفير ويندو المشتعل في أوروبا كل الأندية طبعا بتحاول بقدر الإمكان أنها تزبط صفوفها واضح جدا أن الدوريات الأوروبية للموسم القادم هيكون مشتعل على جميع المستويات لو بنتكلم أنا وانت دلوقتي على برشلونة برشلونة طبعا والإخفاق الكامل للموسم الماضي وعملية أن ما فيش فلوس في النادي اللعيبة كان فيه لعيبة على مستوى عالي جدا رحلت والأداء السيء اللي ظهر به لحين وجود تشافي برشلونة أعلن عدة صفقات عايزة أتكلم على الإبواري طبعا فرانك كيسي طبعا لعب الميلان وانتقال حر من الميلان لبرشلونة صفقة طبعا من أهم الصفقات يا كابتن رفاق برشلونة فرانك كيسي لعب شفناه مع ميلان أهم العناصر فرقة ميلان تقريبا وشفناها مع منتخب كوديوفار في كاس الأمور الأفريقية في الكاميرون تأثر جدا منتخب كوديوفار طبعا في مباراتنا حتى لما خرج هو من الملعب هو لعيب مؤثر جدا والعيب تقيل في نص الملعب لعيب محتاجه فرقة برشلونة ولكن زي ما حراجب قلت أن الأزمة الاقتصادية بتحكم برشلونة لو شفنا النهاردة هم أبرامو صفقتين الاثنين على سبيل الانتقال المجاني فرانك كيسي من ميلان وكريستيان أندرياس كريستينسن المدافع الدنمارك القوي من فريق شيلسي وبرضو في انتقال حر أو انتقال مجاني كنت لسا أسألك الأزمة المالية برشلونة يعني بتتحكم بشكل أباخر في عملية الانتقالات هل الانتقال الحر هو السكة يعني ماشي فيها برشلونة هل الاستغناء عن ديونج على سبيل المثال للمان يونيتد أيضا في سبيل عدم الانفاق بشكل كبير هذا الموسم على السفقات الجديدة بالظبط يا كابتين هو برشلونة حاليا بيوفر الفلوس جدا في كل حاجة يعني حتى استغناء اللعيبة فرينك ديونج هيروح منشستر ديونيتد خلاص 80 مليون يورو هايز هو الفلوس هو عنده لعيب أو اتنين لعيبة هيكلفوه مبالغ مليئة كبيرة على رأسهم طبعا ليفاندوفيسكي اللي من المتوقع ان الصفقة يخلصوها مقابل 50 مليون جنيس 50 مليون يورو فدوت طبعا هي محتاجين له فلوس غير كده برشلونها ماشي في سكة حاجتين عن طريق تدعيم صفوفه اما لمسية ولعيبين الشباب اللي أثبتوا نجحتهم مع تشافي زي جافي وزي بيدري وزي اللعيبة ديات او الانتقالات المجانية اللي هم لاجئوا لها في الفترة الاخيرة في اخر سنتين وثلاثة بيتخلاص الانتقالات المجانية بيدوروا عليها او لعيب اعارة بمبلغ قليل ده اللي ماشيين فيه برضو السنة دي مع لعيب او اتنين بمقابل ماد كبير زي ما بقول الحركة هو لفاندوفيسكي إنما غير كده مراسة التقريب اللي غير دلوقتي اعتقد مبلغ حوالي 60 مليون يورو ده مبلغ مش كبير في عالم الاحتراف او عالم الترانسفير لنجم كبير زي طبعا ليفا لكن كبير لبرشلونة في الوقت ده لبرشلونة في الوقت ده يعني ده برضو انت شايف هل الصبقة هتتم هل هنشوف ليفا في البرشلونة ولا هيكمل في الموسم المتوقع دي مع البايرن بص يا كابتين زي ما حركة عارف طبعا اللعيب دايما رغبته رقم واحد العيب في العالم كله مش في أوروبا بس اللعيب رغبته رقم واحد وليفاندوفيسكي مش عايز دي لعبتيني مع بايرنم يونيخ ولذلك أنا أتوقع أنه هيمشي زي ما قلت حركة أنا كنت محركة ضيف من فترة وقلت أن مانيه هيمشي هيروح بايرنم يونيخ وليفاندوفيسكي هيروح بارشلونة دول صفقتين يعني مش عايز أقول شبه محسومين واحدة منهم اتحسمت بالفعل وانتهت والتانية في الطريق لأن ليفاندوفيسكي زي ما بنقول حط العقدة خلاص هو قال لهم أنا مش ألعب أنا عايز أمشي وهو عنده عرضين كان عنده بايرن كان عنده باريس سانجرمان وبرشلونة ولكن اللاعب هو عنده حلم عنده كبير حلم في دماغه أنه ينهي في البرصة البرصة نادي كبير جدا ونادي حلم اللعيبة كتير في العالم فهو عايز ينهي مش واره في بارشلونة صحيح على مستوى المان سيتي كالفين فيليبس طبعا المهاجم الليتز يونايتد وانتقاله إلى المان سيتي شايف أيضا صفقة كان محتاج لها بيب جارديولا في الموسم القادم صفقة مهمة جدا هتكمل الحلقة المفقودة كابتن في تشكيلة لو قلنا تشكيلة المان سيتي أو من شاصة سيتي بطل الدور الإنجليزي بيعاني من النقطة من ساعة رحيل فينسنت كومباني عن الفرقة في نص الملعب المدافع مش لاقي اللعيب اللي يسد المكان ده من أبرز اللعيبة في منتخب إنجلترا في البرايم الليج في السنتين اللي فاتوا في المركز ده كان كالفين فيليبس فهو جابه صغير في السن كمان لعيب صغير في السن ولعيب دولي يعني دي برضو ميزة كبيرة لعيب بيلعب في منتخب إنجلترا أساسي مع ساوس جيت بيعتمد عليه لعيب عنده خبرات كبيرة حتى من لما كان بيلعب في الفرقة الثانية مع فرقة ليدزي لما كانوا تحت وصعد معهم برس جدا وبقى من أبرز اللاعبين الموجودين حاليا في البرايم الليج فهو هيسد حتة مهمة جدا زي بقول حراك نص الملعب المدافع من ساعة كامباني ما اعتزل والسيتي بيعاني في المنطقة دي فهو اللاعب هيبه مهم جدا كالفين فيليبس طبعا لاعب ليدز المنطقل إلى المان سيتي وصفقة جديدة وصفقة اعتقد موفقة جدا جدا زي ما شرحها إيهاب كان السيتي يعاني في نص الملعب شوية لكن تعالوا مع بعض نشوف كالفين فيليبس قال ايه بعد انتقاله من ليدز يونيتد إلى المان سيتي نعم بالتأكيد اعتقد انني سأتعلم الكثير ليس فقط من جوارديولا ولكن من الفريق بأكمله وحتى من اللاعبين الآخرين الذين يلعبون في مركزي انه احد الاشياء الرئيسة التي دفعتني للانضمام إلى الفريق كما تعلم ان تتدرب تحت اشرابي بجوارديولا وان يكون لديك تأثير مع كل النجوم في الفريق ما عليك سوى الاندماج معهم جيدا وتعلم الكثير من الاشياء الجديدة اكثر من اي شيء اخر فعلت في السنوات الاربع الماضية لقد لعبت امام السيتي ثلاث مرات على ما اعتقد لقد قمت بعمل جيد تعرضت للاصابة مرة واحدة فقط طبعا لعيب مميز جدا المان سيتي بيستعين به الموسم القادم في وسط الملعب لعيب على مستوى عالي لعيب دولي كمان على مستوى جيزوس طبعا مهاجم المان سيتي وانتقاله إلى الارسنال هل كانت بالنسبة لك مفاجأة ام كان طبعا جيزوس مع وجود هالند ما كانش ليه ادوار واضحة في الموسم القادم مع بيب جورديولا زي ما حرقا قلت كده كانت الخلاص هما جابوا زي ما بقوله الطب مكينة الاهداف او الهداف القاتل زي ما بقوله في الروبا خلاص اللي انجا هلا خلاص ما عادش جيزوس ليه مكان خاصة كمان ان حتى مباريات الستي الموسم اللي فات زي ما كنا مشوف ما كانش عنصر اساسي اوى عند بيب جورديولا ما بيعتمتش عليه كتير يعني كان بينزل بديل او مطش يلعب ومطشات لا يعني عنده خيرات كتيرة جورديولا ولكن هو جيزوس كان متوقع رحيله ولكن انا شاف ان خطوة كويسة جدا عملها انه انتقل الى ارسنال ارسنال فرقة بتتطور بشكل كبير وكمان طبعا ميكيل ارتيتا المدير الفني لفريق ارسنال عارفه كويس اوى من ساعة ما كان مساعد مع جورديولا وعارف قدرات اللاعب ده جيدا فعشان كده اخده اعتقد انه هيكون هيظهر بشكل كويس جدا مع ارسنال فرقة ارسنال من الفرقة اللي ظهرت الموسم الفات زي ما حالك متابعنا بصورة جيدة جدا بعد بداية سيئة بداية الموسم كانوا بدئين وحش عليو اعتقد انه هيجمو الموسم ده سمار اللي عملوا الموسم الفات ويكونوا فرقة قوية من بداية الموسم ده مهم جدا لسه مع موسم الانتقالات وهنتكلم بعد الفاصل كمان على المان يونيتد كيف يخطط المان يونيتد للموسم القادم بعد الفاصل أهلا بحضراتكم مرة تانية هاب بتكلم على المان يونايتد ويمكن أعتقد فيه مجزرة تينهاج طبعا المدير الفني الولندي عامل مجزرة ويمكن لعيبة كبار جدا جدا على مستوى النجومية في المان يونايتد رحلوا مع كمان طلب رونالدو الرحيل على المان يونايتد شايف الستراتيجي بتاعة تينهاج الفترة اللي جاية ماشي زي وشكله عامل مشروع يعني هو شكله داخل في مشروع طبعا هو مدرب منظم قوي وشوفناها دي من الفرقة اللي عملها في أكسا مستدعم عمل فرقة قوية جدا فرقة بفكر خلت كل أوروبا تبص علي أن الراجل ده مدرب قادم مدرب كبير في أوروبا فرقة مانشستر يونايتد استغنى عن أربع لعيبين مهمين جدا زي ما حراك قلته أسماء كبيرة استغنى عن المدافع نيمينيا ماتيش استغنى عن لعب الوسط بول بوجبا استغنى عن جيسي لينجارد قدام كمان استغنى عن اللعيب الكبير إدينسون كفاني المخاضرة ما عنده يعني أربع لعيبة تقلم الفرقة حتى الآن تعاقد مع يعني لسه من شوية قبل الهوى يمكن كريستان إريكسن فرقة تعاقد مهم جدا نجم جبير جدا في نص الملعب ونجم أنا شايف هيكون إن شاء الله بعد الشكل اللي ظهر بيه أساسا في دولة الإنجليزية بعدما الناس قالت انتهى لما وقع وتصابوا الكلام لا أعمل موسم تاني في دولة الإنجليزية متماس جدا وضم مدافع شاب اسمه تيرل مدافع قوي جدا ومدافع شاب عنده 22 سنة متميز والصورة اللي قدامنا رونالدو يعني رونالدو برضو بعدما قال أنا باقي لا دلوقتي فيه رغبة في الرحيل وهو يعني بلغ الإدارة لو عندك عرض مردي أنا مستعد للرحيل يعني برضو عارف يا كابتن إذا بناقول اللي هي المشروط أو المعلق هو رونالدو كده رونالدو حاليا موقفه مع عشان برضو الناس تفهم الموقف عامل إزاي مع من شلصة رونالد هتجيبه صفقات أنا قاعد لأنه عايز بيبحث عن نجاحات رونالدو عايز ينجح مش عايز يقرر التجربة تاني رونالدو مش عايز يبقى دمن المشروع طويل للأجل أيوة بزبط عايز بسرعة السن طبعا يا كابتن سن اللعب حاليا 38 سنة بيحكم عايز يرجع بسرعة عايز يرجع الفرقة وعايز يعمل حاجة رونالدو لعيب عنده تحديات دايما هو عايز يقول أنا أهو الفرقة اللي بتنهار دي الشراطين الحمر كانت أقوى فرقة في العالم في سنة واحدة هنرجع هنرجع وهنابق قوي جدا ده من خلال صفقات ما فيه الصفقات قال لهم أنا مضطر أمشي عايز أقول لك حاليا أن اللاعب ده اللي بيقوله عليه العجوز اللي عنده 38 سنة فيه 6 أندية في أوروبا حاليا بتتصرع عليه لو بدأنا كده في إيطاليا عندنا روما ونابولي مقدم له عروض باير نميونيخ الألماني مقدم له عروض سبورت انجليش بونا في رقيته القديمة مقدم له عروض تشيلسي الإنجليزي الجار القوي مقدم له عرض ريال مدريد نفسه حاليا مبارح تقارير في أسوف تقارير أسبانيا بتتكلم أن ريال مدريد نفسه بيفكر في إعادة رونالدو وغازل اللاعب في فيديو نشره على الحساب الرسمي للنادي عرض فيه الأهداف اللي سجلها في دورة أبطال أوروبا وعمل تعليق ظريف كده رونالدو وعظم اللي تنسى حاجة كده في تاريخ دورة أبطال أوروبا الأهداف بتاعته يعني برضو ربطته الصحافة وقالت أن ريال مدريد بيغازل كمان الفرقة بتاعت ريال مدريد ريال مدريد بيغازل رونالدو من جديد عشان يضمه فطبعا على إسراءة بيه هو واضح كمان من خلال تصريحاته أنه اقترب بشدة من الرحيل وزي ما أنت قلت يعني كل الأندية في العالم تريد طبعا وجود رونالدو في الموسم القادم إيهاب بنوشكرة شكرا جزيلا كالعادة بتنورنا وبتشرفنا شكرا خبتن هاني وكنت سعيد بالتواجد معك شكرا شكرا جزيلا شكرا واصل لحضراتكم إن شاء الله حلقة جديدة ويوم جديد الخميس القادم مع المحترف